بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله ما حكم رش العطر أو التطيب أو البخور للصائم أو وضعها على الثياب أو على الدقن واللحية يعني المفتى به أن هذه الأمور كلها مش من مفسدات الصيام ومفسدات الصيام لعلها يكون لها معكم حضور في مقطع آخر ولكن ما يفسد الصيام يحتاج إلى دليل وعادة الناس في رش الطيب أنهم لا يبالغون ونحن أيضا نوصي بأن لا يكون هناك مبالغة التي يعني ممكن يحصل بسببها استنشاق أو دخول شيء إلى الجوف أما في الوضع الطبيعي تتطيب وتشتم ولكن نبه العلماء من باب الخيطة والحذر لسلامة الصوم وصحة هذه العبادة أن لا نستنشق يعني أن لا يدخل شيء من الرذاذ أو قالوا من عين البخور بعض العلماء قالوا أنه حتى استنشاق البخور يصعد إلى الدماغ ثم ينزل على يعني لا أعلم أنا تفصيلات هذا الموضوع ولكن المفتى به أن التعطر والتطيب والتبخر بالحدود المعقولة المعروفة عنا جميعا ليس من مفسدات الصيام والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله